اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح هو نوع من الحلوى المشهورة في البلاد العربية وخاصة في سوريا والسعودية والاردن وفلسطين وتسمى في سوريا وبلاد الشام المعمول اما في مناطق الخليج العربي والعراق فتسمى باسم الكاليجة وتعتبر هذه الحلوى من اكثر الحلويات تقديما في العيد ويحتوي المعمول على الكثير من العناصر الغذائية طريقة عمل المعمول السوري كيلو من الطحين نصف كيلو من السمنة ملعقة صغيرة من الخميرة كوب من سكر البودرة نصف كوب من الماء الدافئ من اجل التخمير كوب من الماء الدافئ من اجل العجن حشوة الفستق نصف كيلو من الفستق الحلبي المطحون كوب من السكر الخشن ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر ملعقة من السمن البلدي ملعقة صغيرة من القرفة طريقة التحضير نحضر وعاء نظيفا لنضع فيه كل من الفستق الحلبي وكوب السكر الخشن وماء الزهر ملعقة السمن البلدي والقرفة ثم نقوم بخلطها مع بعضها البعض حشوة التمر ملعقة قرفة نصف كيلو عجوة تمر ملعقة كبيرة من زيت الذرة طريقة التحضير نحضر عجوة التمر ونضعها في وعاء ثم ننزع البذور منها وننظفها ونضيف إليها القرفة والزيت ونخلطها مع بعضها البعض ونعمل على تقطيعها إلى قطع صغيرة ونضعها في الثلاجة لوقت الحاجة تحضير العجينة نعجن الطحين مع السمنة والسكر البودرة مع الفرك برؤوس الأصابع حتى تخلط المكونات مع بعضها البعض إذ إن استخدام هذا الأسلوب بالعجن يساعد على جعل المعمول هشا وطريا نضيف الخميرة المذوبة بالماء الدافئ ونعجن ببطء مع إضافة باقي الماء على مهل فيمكن أن نحتاج كمية الماء كلها وذلك حسب الحاجة نترك العجينة لترتاح لمدة ساعتين تقريبا ثم نقطعها إلى أقراص للقيام بحشوها نضعها في صوان داخل الفرن لست دقائق تقريبا حتى يصبح لونها ذهبي وبعد أن تبرد نقوم بالاحتفاظ بها في علب محكمة الإغلاق نضع طبقة من ورق المطبخ بين كل طبقة وأخرى من المعمول نضعها عند التقديم في طبق الضيافة ونقوم بتزينها ببودرة السكر المطحون ويفضل تحضير القهوة العربية والإكثار من الهيل فيها حيث إن من الشائع تقديم المعمول انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر